وطهرين روائع التابعين إيه الرجل ده بذل كتير جدا جدا لخدمة هذا الدين العظيم ومثال جميل لكل حاكم على وجه الأرض إزاي أنه هو يحب الدين دوت وإزاي أنه هو يخدم الدين دوت بفضل الله سبحانه وتعالى الحلقة الماضية كلمنا عن المتحدث الرسمي باسم الوفد الإسلامي سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه اللي لما عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة كريش بعايتتهم عشان يخدوا الوفد الإسلامي ده ويرجعون مرة تانية مكة ويعذبوا ويفتنوا ويتقتلوا فربنا قدر أن النجاش فعلا زي ما النبي وصفه رجل عادل ملك لا يظلم عنده أحد أبدا فأول ما قالوا له دلغ المان سفهاء وصابقوا من دين الأباء والأجداد ودخلوا في دين لا نعرفه نحن ولا أنت فاردهم إلينا لهم لا والله لا أسمهم أبدا حتى أسمع كلامهم عايز أشوفهم ما إيه أصلا وأطمنوا أسمعهم يمكن يكونوا على حق لو كانوا على حقي بهم في جواري وفي أماني لا يمكن أبدا أن أنا أفرد فيهم وأما إن كانوا فعلا زي ما أنت وقلت هاردهم لكم هلازم أسمع واتفقوا على أن الصدق من جاء الصحابة اتفقوا على أن الصدق من جاء وإنه لازم نصدق ونقول الكلام اللي إحنا عارفينه وكل كلمة لازم تخرج بصدق عشان ربنا نجينا وبالفعل نراحوا على النجاشي وبدأ جعفر بن أبي طالب يتحدث باسم الوفد الإسلامي وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه اختصر كل الكلام في خمس محاور الملوك ما عندهمش وقت يسمعوا كلام كتير ونقعد نحكي ونقول له أصلا أبو لها بعمل وابو جاهل عمل وسوى وما شفتش بقى اللي عمله أقبل بمعايته مش هينفع مش هسمعنا فهو ركز كل كلامه في خمس محاور المحور الأولاني صور له حالة الناس أيام الجهلية كتحالة صعبة جدا واذا قال له حاجات بكل ذكاء ما يختلفش على اتنين تمام كده حاجة تانية عرفه بشخص النبي لحسن نحسب للنبي ده واحد أي حاجة كده وجاي وخلاص وبيدعنا هو نبي لا ده لي ما كانتوا ولي حسبوا ولي نسبوا والدنيا كلها بتشهد بصدقه وأمنته حتى أعدى الناس ليه كانوا بيشهدوا بأنه الصادق الأمين وبعدها المحور الثالث بدأ يوضح له رسالة الإسلام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المحور الرابع بدأ يحكيره الظلم اللي حصل لهم والبطش اللي حصل لهم من قريش لما أسلموا وآمنوا بالله سبحانه وتعالى عشان يرقى قلب النجاشي المحور الخامس والأخير ذكر كلمات جميلة في حق النجاشي عشان يرقى قلبه أنه هو يستقبل الدعوة الإسلامية في بلده ويحافظ على المسلمين في هذا الملك الجميل اللي في بلاد الحبشة تعاليك اللي عايز أقوله قبل ما أقولكم النجاشي عمل ايه؟ عايز أقولي يا شباب المسلمين ويا بنات ويا إخوة ويا أخوات ويا أباء وأمهاتي وأولادي عايزين كلنا نبقى فعلا صفراء للدعوة صفراء بأخلقنا بمعاملاتنا بسلكنا أذكر أن كان فيه مجموعة من الشباب كانوا مسافرين أمريكا وبعدين وهم في المطار الإجراءات طولت شوية فاجي وقت صلاة فوقف واحد فيهم راح نأذن في أرض المطار وبعدين بعدها بديتين ثلاثة واحد أقام الصلاة وابتدوا يصلوا وكان لابسين لبس إسلامي جميل أخبالك التوب اللابيض الحلو والإمامة البيضة الجميلة والوش منور واللحي منورة ومنظر جميل والسواك محطوط وحاجة كده دعوة حلوة وقفوا يصلوا وكان إمام صوته جميل اتلمى حواليهم الناس في المطار وأعجبوا جدا بالمنظر ده وبعدا ما خلصوا بدأوا يسألوهم انتم مين؟ قالوا احنا مسلمين؟ جايين منين؟ جايين من مصر وبدأوا يتكلموا معهم وكان معهم واحد مترجم وبتكلم وبدأوا يشرحوا لهم الإسلام إيه هو وربنا بيدعوه لإيه إلى غير ذلك بيقسم بالله أن ما خرجوش من المطار إلا وكان خمسة أسلموا على قديهم بفضل الله سبحانه وتعالى وده يذكرني برده بواحد أحد مشيخنا الكبار كان في يوم الأيام كان مسافر أحد مطارات في إنجلترا وجيه وقت الصلاة وعايز يصلي ما فيش مصليه في المطار وبعدين بيقول أن رحت كلمت واحد موظف كبير في المطار وطلت يا سباحت عايز يصلي في أي مكان قال له ممنوع ورجاء ما شوفكش بتصلي هنا خالص فما كان منه إلا أنه مشي بعيد كده عن مكتب بتعراجة ده واختار مكان واسع كده وراح إيه بالبوصلة اللي معاه مكان القبلة وراح مصلي بيقول لما صليت والناس شافوني بصلي في المكان ده ربنا يقدر بعدها بسنتين سفرت ونزلت في نفس المطار ولاقيت في المكان اللي صليت فيه مصلى عشان الناس تصلي فيه شيء جميل جدا أن أنت تكون فعلا سفير لهذا الدين العظيم بأخلاقك وسلوكياتك بلبسك وابتسامتك ومعملتك الطيبة وأمنتك وصدقك ووفائك وبإحجابك وبحيائك كل دي دعوة جميلة بتأثر في الناس جدا ربنا رب جعلنا هداة نهديين وأسى الله عز وجل أن يهدي بنا يعني الناس أجمعين كنتم خير أمة أخرجت للناس النجاشي رحمه الله رحمة الله وسعم أول ما سمع الخمس محاور دولة من جعفر ابن أبي طالب كان رضي فعله إيه سمع كلام زي الفل كلام ما يختلفش عليه اتنين على وجه الأرض فقال له هل معك مما جاء به عن الله من شيء أنت بتقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووجاء أو كذا وكذا في حاجة ربنا أنزلها عليه وانت معاك الحاجة دي هتقدر تقوله لنا فقال له أيوة فقرأ عليه جعفر ابن أبي طالب شيئا من صدر سورة مريم كيف هي عين صاد وبدأ يقرأ واختر سورة مريم بالذات ليه لأنها سورة مريم بتتكلم عن بعض الأشياء التي يعتقدها بعض أو مش بعض يعني يعتقدها النصارى أصلا وبيبطل معتقدات شديدة جدا جدا عند النصارى وهو بيخاطب رجل نصراني فبدأ يقرأ عليه سورة مريم وهو بيقرأ والنجاشي أحد يبكي يبكي خد بالك وعفر ابن أبي طالب بيكلم ملك من ملوك الأرض وانت عارف يعنيه ملك رجل النجاشي ملك الحبشة تعارف يعنيه ملك بلد أو رئيس بلد شوف المكانة بتاعته والعزوة بتاعته والقوة بتاعته وإحساسه بأنه ملك يعني متدياله واخد بالك ورغم ذلك أول ما سمع صد رسولة مريم بدأ يبكي وبدأ الدموعه تنزل دموعه تنزل لحد ملاحيته كلها تبلد بالدموع وبدأ الأساقفة بتوعه هم كمان يعني أهل الدين بقى الموجودين معا هم كمان ابتدت المصاحف اللي في ايدهم والأناجيل اللي في ايدهم ابتدت تتبلد بدموعهم من كثرة البكاء سبحان الله فإذا بالنجاشي يقول والله إن هذا الكلام والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة ده كلام كل توحيد وإيمان وعيسى عليه السلام جاء أيضا يدعو إلى التوحيد والإيمان دعنا مما حرف بعد ذلك لكن عيسى عليه السلام كان موحدا وكان يدعو إلى الإسلام والتوحيد عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فقال النجاشي والله لا أسلمهم إليكما أبدا ولا يكادون فلما خرج عمر بن العاص وعبد الله بن إبن ربيعة زيح له قوي بقى معقولة هم يغلبون بالطريقة دية ويقنعوا الراجل دا إن الدين دوت هو دين الحق وبدل ما يديننا للناس دولة ونرجعهم تاني لقريش يعزبوهم ويفتنوهم يقولهم دولة في أمان وفي جوار يعني خلاص المسلمين بدأوا يأمنوا نفسهم ويبقى فيه مكان ليهم هيبقى دولة إسلامية فيه ما بعد وما بقى ده فكرهم بقى هياخدوا مكان يأمنوا دولة إسلامية فيه ما بعد ومركزهم الحبشة يبقى إحنا كده ضعت علينا الفرصة عمر بن عاصر وخارج قال له والله لا أعمل فيهم حاجة بكرة هخليه يعني باللغة العرب كده بالبلد كده هخليه يضمرهم قال له والله لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم هقول له موضوع هخليه يأتلهم كلهم فعبد الله بن أبي ربيع كان أطقى الرجلين كان أطقى من عمر بن العاص في الوقت ده لسهما ما أسلموش فقال له لا تفعل فإن لهم رحما وذما دول أهلين برضو انت نسيت يا عمر رغم أن احنا بنختلف معهم احنا بنعبد الأصنام هما بيعبدوا ربهم يعني وبيتبعوا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن في النهاية احنا أهل بلد واحدة ودول أريبنا وأهل بلدنا وما يصحش تعمل فيهم كده قال له لا والله لازم راح أقول له كده قال له هتقول له قال له سأخبرهم بأنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد وليس إلها لأن النصار منهم من يقول أنه الله ومن من يقول أنه ابن الله فقال له أنا بقى هروح أقول له ده هما بيقولوا أن عيسى عليه السلام عبد من العبيد وهو لو أعرف كده أكيد هيقتلهم كلهم فذهب إلى النجاشية في اليوم التالي ده مين ده عمر بن العاص كلام ده قبل أن يسلم أن عمر بن العاص أسلم في عام الفتح هو خالد بن الوليد وأبو سفيان بن حرب ومجموعة كبيرة جدا من المشركين أسلموا في عام الفتح فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فأرسل إليهم سيما قالت لك النجاش يا رجل عادل ولا يمكن يحكم في أي قضية إلا لما يجبهم ويسمع منهم ويشوفهم ما بيقولوا إيه فاجتمع القوم وقالوا ده هيسألنا عن عيسى يقول يا جماعة قالوا ما نقول إلا ما جاء به نبينا وما جاء في كتاب ربنا كائنا في ذلك ما هو كائن الصدق من جاء خلاص وده بيفكر من القصة عجيبة قوي لكن فيه غلام هو بعد كده بقى عالم من الأعلام اسمه عبد القادر الجيلاني كان هو عنده 11-12 سنة أمه دفعت له 40 دينار 40 دينار ده مبلغ يعتبر زي ألفات في جناهات النار ده مبلغ كبير وقيت له يا بني اذهب مع قافلة كذا إلى بلد كذا وأطلب الحديث أطلب العلم هناك خارج حط الـ 40 دينار في لبسه وشاف قافلة طلع من البلد دي البلد دي أطلع معك وتعال معنا طلع معهم وهم في السكة طلع عليهم اللصوص وراحوا سرقين كل الفلوس اللي معهم جمعا عنده غلام ده له غلام صغير فأحده اللصوص بيقول له هل معك من مال أيها الغلام؟ قال أجل معي 40 دينار فتحسبه بيهزر يعني أنت لما تقابل الطفل صغير دينار ده كيف تقول له معك فلوس حبيبه لك آه معايا 4000 جنيه فتحسبه بيهزر فتحسبه بيهزر فرح قال له رئيس اللصوص قال له كناك غلام يزعم أن معه 40 دينار دي قال أرسله إليه هتولي فرح بعته له قال له يا غلام معك كم؟ قال له معي 40 دينار قال له بتضحك يعني انت صادق في كلام دي قال له طبعا فين هم؟ رح حاطت إيده في جيب لبسه في اللبس كده وقال له 40 دينار هم فلما رآها رئيس اللصوص بكى وقال ما الذي يحملك على ذلك وأنت تعلم أني أريد أن أسرقك أنت عارف أن أنا بسرقك قلت ليه أنت معك 40 دينار قال له لقد عهدت أمي على ألا أكذب أبدا فأنا أخشى أن أنقض عهدي مع أمي فبكى رئيس اللصوص وقال سبحان الله أنت تخشى أن تنقض العهد مع أمك وأنا لا أخشى أن أنقض العهد مع ربي قد طبت إلى الله على يديك ثم ناد على الرصوص وقال رد المال الأصحاب ولا سرق بعد اليوم من اليوم نحن عبيد لله سبحانه وتعالى فقال الرصوص لقد كنت رئيسنا في السرقة وليوم أنت رئيسنا في التوبة تبنى إلى الله عز وجل فالصدق من جاء فجعفر بن أبي طريب قال لهم خلاص هنقول لهم لإحنا نعرف من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن فلما دخلوا على النجاش قال لهم ماذا تقولون في عيسى بن مريم فقال جعفر بن أبي طريب نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا يقول النبيكم قال يقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العضراء البتول فضرب النجاشي بيده في الأرض فأخذ منها عودا عود خشب كده ثم قال والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود وده الكلام المزبوط هو فعلا ليس الله عيسى بن مريم ليس هو إله وليس هو ابن إله وإنما هو عبد الله ورسوله فتناخرت البطارقة القوات اللي حواليه والناس كمان الأساقفة وأهل الدين أحد يصدروا أصوات كده يعني كانوا معطردين على الكلام ومدئين جدا فقال لهم النجاشي وإن خرتم أمنوا أنت عايزينه إن شاء الله حتى تطقوا أمنوا أنت عايزينه فتناخرت البطارقة ثم قال لهم وإن خرتم والله ثم نظر النجاشي إلى الصحابة قال اذهبوا بأرضي فأنتم آمنون والله من سبكم غرم من سبكم غرم من سبكم غرم ما أحب أن يكون لي ضبرا من ذهب يعني جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم ثم قال للبطارقة ردوا لعمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيع كل هذه الهدايا فوالله لست بحاجة إلى تلك الهدايا أبدا فوالله ما أخذ الله من الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة أنا أيضا وما أطاع الناس في فأطيعهم في فخرج من عنده وهم في غاية الحزن والأسف على ما حدث وده كان موقف النجاشي رحمه الله رحمة الله وسع تعالوا نكمل ونشوف البطارقة لما لقوا موقف النجاشي وقفوا ناصر الصحابة وقف معهم الوقفة الجميلة ديت هم ضبروا له مؤمرة حقيرة جدا إيه هي المؤمرة ديت؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل صلى على حبيبك هم كالملائك في السماء مطهرين روايع الدابعين ملائك في السماء مطهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وخطوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أننا نعضف مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي ومرحبا بكم مرة أخرى مع رواقع تابعين ومع الحلقة الخامسة من قصة النجاشية عليه رحمة الله الواسعة قلنا موقف النجاشية مع جعفر ابن أبي طالب ومع المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة راحوا بالهداية ودوا بطارقة الهداية ودوا الهداية للنجاشية وحاولوا أنهم بأي طريقة يخلوا يسلم لهم الصحابة وعش أن يرجعوا من الفتنة في دينهم قال لا يمكن حد ما اسمعهم جعفر ابن أبي طالب عرض عليه الإسلام كله على بعضه في خمس محاور ما كانش من النجاش إلا أنه قاله في حاجة من يعني نزلت على نبيكم أنت معاك تقدر تقرأ عليك فقرأ عليه صدره من سورة مريان فبكى النجاشية وبكت الأساقفة ويعني اقتنع النجاشية وقاله فعلا هو ذا الكلام الحق وبعد كده عمر بن العاص قال ده أنا هقوله بقى حاجة يعني تستقص الخضراءهم يعني يقضى عليهم كلهم إيه هي؟ إن بيقولوا أن عيسى بن مريم عبد فلما راح تاني يوم جعفر ابن أبي طالب قابل النجاشية قال ماذا تقولون في عيسى بن مريم قال هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه فقال النجاشية والله ما عدا هذا ما جاء بها عيسى بن مريم فهو فعلا عبد الله ورسوله وليس إلها وليس ابن الإله وطبعا البطارقة اللي موجودين حوالين النجاشية زعلوا جدا ونخروا كده واتضايقوا عايزين يقوله إزاي أن انت بتؤمن بعقيدة المسلمين ده هو إله أو هو ابن الله فقال وإن تنخرتم ثم طرد عمر بن العاص وطرد عبد الله بن وربيع وقال ادنهم الهدايا بتاعتهم فوالله ما أخذ الله عز وجل الرشوة من أجل أن يرداني إلى الحكم حتى أخذ الرشوة أنا أيضا فخلاص يعني أنتم آمنون في أرضي ومن سبكم غارم اللي هيتعرض لكم أنا بنفس اللي هقفله ودك الدعوة آمنة وجميلة جدا جدا من النجاشي عليه رحمة الله ودى للإصحابة الأمن والأمان في أرض الحبشة في أي مكان عايزين تعيشوا أنتم آمنون وإنتم تابع من النهار ده خلاص محدش يقدر يتعرض لكم أبدا طبعا البطارقة خرجوا من عند النجاشي في قمة الغضب عمر بن العاصم عبدالله بن أبي ربيع خدوا الهداء ورجوا التاني بقى طبعا وكانوا يعني في غاية الحزن أن المهمة اللي طالعين من أجلها فشلت فشل زريعة فشلت بنسبة 100% فمش عارفين يعملوا إيه لكن المشكلة الكبيرة البطارقة اللي كانوا حول النجاشي طلعوا برة وقالوا للناس اللي حواليهم بقى من الحكماء والوزراء وقالوا لهم النجاشي فارق دينكم النجاشي أسلم وطرك النصرانية ولا بد من أن نخلعه من الحكم خلص لازم يتشال يعني لازم يتشال فتقلبت عليه الأحباش وعزموا فاعلا على نقد باعة النجاشي والنجاشي وصلوا الخبر قال نقد الأحباش اتفقوا علي والوزراء والحكماء اتفقوا أنهم يخلعوني من الحكم طب دا في خطر على الناس دي بقى اللي هم جايين علشان يحتموا فيا لأننا لو ما بقتش مالك للبلاد أي حد تاني ممكن يقتلهم أو يعزمهم أو يبقتلهم طب أول حاجة أعملها إيه أنا مش خايف على ملكي والله العظيم لما تسمع لازم تحب الراجل دا بجد لازم تحبه حط نفسك مكانه كده أنت مالك بلد وعايش في ملك يعني أنت عار بقى ملوك البلاد بقى بإشارة منه بيغير الدنيا كلها البلد كلها بيعمل له وعايزه والكرس ليه يعني فتنته فاتخيل واحد هو نجاشي الحبشة مالك البلاد وبلاد الحبشة كانت مليانة خيرات وفجأة بيقولوله مادمت انت هتدخل في ديانة هؤلاء خلاص وطلعت إشارة أنه ترك النصرانية ودخل في الإسلام وتقلبت عليه الأحباش قالوا لابد من خلعيه من الحكم وإنه من النهاردة ما يبقاش نجاشي وعندهم طبعا تلعوا يشيرهم الحكم وفي الغالب هيقتلوه أول حاجة أفكر فيه إيه مش إزاي يحافظ على الكرسي اسمعوا يا جماعة اسمعوا الدنيا فايتة والدنيا فعلا معدية ومن فاتة وما تسويش أي حاجة المهم الإنسان صاحب المبدأ يحافظ على مبدأه والإنسان اللي عنده أخلاق يحافظ على أخلاقه مش يتنازل في مقابل أي حاجة وعشان خاطر الكرسي أعمل أي حاجة لأن فيه ناس كتير بتعمل كده للأسف شديد فيه ناس يعني مبدأها في الحياة ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين يعني هو أنا عبد المأمور فطرامة أي حاجة طلبت مني أي إن كانت فيها معصير الله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيعملها عشان يحافظ على الكرسي مع أن كل الكرسي كل الكرسي بلا استثناء مرك التفال محدش بلزق فيها كل اللي بيقعد لازم يعدي ويمشي ويتزحلق من على الكرسي عشان يجي اللي بقعده ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك المهم قدر ربنا سبحانه وتعالى إن هم تقلبوا على النجاش فأول حاجة أفكر فيها سلامة الناس اللي نزلوا في أماني لازم أحافظ عليهم وبدأ يدعو جعفر ما بطالب ويكلمه سرا فقال له يا جعفر تقلبت علي الأحباش واحتمال كبير جدا يشيلوني من على كرسي الملك فأنا أول حاجة فكرت فيها أعددت لكم سفينتين اطلعوا وقعدوا في السفينتين دولت فإن انتصرت على هؤلاء الأعداء اللي هم عايزين يشيلوني من على الملك لو انتصرت خلاص ارجعوا مرة تانية وعيشوا معايا وإنتم في أماني ولو اتهزمت إلحقوا روحوا أي بلد لأن انتوا في الوقت دوت مش هتكونوا في أمان وأنا خايف عليكم جدا سبحانك يا ربي قدي إيه فعلا رجل يتحب بجد قدي رجل فاضل بجد أول حاجة تفكر فيها أن انت خايف عليهم يحصل لهم حاجة طبعا خايف عليهم يحصل لهم أي حاجة وبعدين هو عمل حركة حلو قوي قوي أنا عن نفس عجبتني قوي رح جايب جلد ورح حاجة كده جلد مفروض ورح كاتب عليه أشهد أن لا إله إلا الله خدوا بالكم النجاش في الوقت دوت وفي الجلسة ديت دخل الإسلام على يد جعفر بن أبي طالب وحب يكتم إسلامه علشان لو الناس عرفت أنه أسلم خلاص هيشلوه من على الملك يقينا مش هيتحمله الدولة مكادش مسلمة وهيتشال وإيه ليت هتشاله بس ده ممكن يتقتل كمان ولو تشال أو تقتل هو مش باصص لنفسه يا جبعة وبس افهموا معي الحتة المهمة دي هو مش باصص لنفسه بس هو باصص من الصحابة دول هيتقزه 80 واحدة هيتقتله فعشان يحافظ عليهم فإيه فأسر بالإسلام ورح جايب حتة جلد كده مفروضة كده تمام ورح كاتب عليها بخط إيده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم وراح لافف الجلد دوت حوالين جسمه خدوا بالك وراح لابس عليها حاجة كده زي القميص مثلا ولابس على الاتنين حاجة كده زي البلطة فالجلد ده فين جوه حطوا على صدره وراح مينادي على البطارقة ومن ديهم قال لهم يا معشر الحبشة ماذا تعلمون سيرتي فيكم تعالوا نتناقش بالعلا أنتوا زعلانين مني ليه؟ طالعين بتقولوا للناس أن أنا ارتديت وأن أنا طرقت النصرانية ودخلت في الإسلام إيه اللي خلاكوا تقولوا الكلام ده؟ سيرتي فيكم كانت إيه؟ قالوا خير السيرة قال لهم فما الذي أثاركم عليه؟ إيه اللي خلاكوا تقلبتوا علي؟ قالوا لقد فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبدهن؟ قال لهم طب بلاش ده كله أنتوا بتقولوا إيه في عيسى؟ قالوا نقول هو ابن الله فرحات تقيدوا على الجلد اللي هو كاتب عليه أشهدوا أن لا إله إلى الله وأشهدوا أن محمد عبده ورسوله وأشهدوا أن عيسى عبد الله ورسوله خلوا بالكم حطوا ييدها على إيه؟ على الجلد ورح مشاور كده طبعا همم مش شعفيني جلده لأنها موجودة إيه؟ موجودة تحت لبس بتاعه ورح مشاورة على الجلد وقال إيه؟ قال وانا اشهد ان عيسى لم يزد على هذا شيئا يعني هو زي مانا بشاور كده هو يقصد الجلد واللي مكتوب على الجلد وهم فهموا ان هو يقصد ايه ان هو ابن الله فقال وانا اشهد ان عيسى لم يزد على هذا ايه اللي حصل بعد كده بعد الموقف ده ده اللي احنا هنشوفه بكرة في الجزء السادس من حياة النجاشي نلتقي غدا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى عليه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته